أمال من طرابلس هي قالت بأنكم لم تتحدثوا عن تلميذ الإمام مالك لكن أنا ذكرت بأنك تحدثتوا بإسهاب عن تلميذ الإمام مالك تسأل عن ليلة النصف من شعبان تخصيصها بالقيام هل هي من قبيل البدعة أو من قبيل السنة؟ قالت كثر الكلام ونريد قول فصل في هذا الأمر بالنسبة لي قيام ليلة النصف من شعبان نعم ورد فيها حديث رواه ابن ماجة نعم وضع أفه البخاري نعم يعني فالعلماء منقسمون في المسألة هذه من يرى أن يعني يعني بالنسبة لي لا يؤخذ إلا بالحديث الصحيح في جميع الأعمال عند هذه يعني لا يصلح هذا الأمر يعني ربما يكون حتى بعض الناس قد بدع هذا الأمر سيره في البدعة نعم ومن يرى أن فضائل الأعمال نعم يعني يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها نعم أخذ بهذا الحديث مع ضعفه ورأى أن فيها يعني نعم الأجر فالمسألة خلافية يعني للناس منقسمين فيها وبالتالي لا أستطيع أن أقول للسائل يفعل أو لا يفعل فهدياء تمد على قضية هل هو من الناس الذين يتجهون للعمل في فضائل الأعمال ولو بالأحديث الضعيفة كما هو رأي كثير من الفقهاء أو متجه إلى العكس وأنه يكتفى بما ورد فيه الأحديث الصحيحة وبالتالي لا يفعل ذلك والله أعلم